بعد جولات مكوكية من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لتجسير هوة الخلافات بين النظام وداعمي وبين المعارضة وحلفائها الإقليميين عادت اللجنة الدستورية السورية المشكلة من قبل الأمم المتحدة من ممثلي المعارضة والنظام والمكلفة بوضع دستور جديد للبلاد للاجتماع مجددا بعد أشهر عدة من تعطل أعمالها وعقد الأحد اجتماع تمهيدي لهذه الجولة التي تعتبر السادسة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جينيفس ويسرية ضم بيدرسون والرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن المعارضة هذه البحرة وعن النظام أحمد الكزبري في اجتماع هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية هيئة التفاوض السورية المعارضة أعلنت اعتماد منهجية جديدة في اجتماعات اللجنة الدستورية تتمثل في محاولة الانتقال من مرحلة النقاش لمرحلة الصياغة من خلال تقدم الأطراف الثلاثة المتمثلة بوفد المعارضة ووفد النظام ووفد المجتمع المدني بعناوين للمبادئ الأساسية للدستور نهيك عن تقديم مسودات نصوص مقترحة لنقلها إلى جلسات اللجنة قبل بدء الاجتماعات وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام وروسيا خرق اتفاق وقف اطلاق النار في مناطق خفض التصعيد نهيك عن سعي النظام لكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات ودعمه غير المباشر من قبل المجتمع الدولي أبدى مراقبون تشاؤمهم من إحراز أي تقدم في أعمال اللجنة الدستورية خلال الجولة السادسة التي وصفوها بالعبثية لعدم وجود توافق حقيقي ودعم لأعمال اللجنة من الدول الفاعلة بالملف السوري والأمم المتحدة التي تعتقد بجدواها على الرغم من عدم التقدم في أعمالها فالنظام غير جد بالانخراط في أعمال اللجنة والمنهجية الجديدة التي يجري الحديث عنها تشترط التوافق على المبادئ التي سيتم طرحها ونقاشها من قبل الوفود المشاركة ما يعني مناقشة كل شيء وترحيل كل شيء إلى المستقبل لاستحالة التوافق